الصور تتحدث عن نفسها، الصور التي شاهدناها على شاشة قبل قليل 65 عاماً على النكبة، حوالي أكثر من 6 عقود وما زال الشعب الفلسطيني متمسك بأمل كبير لكي يعود لأرضه ووطنه ويمارس حياته الطبيعية رغم الألم والحصار والدمار بعد يوم واحد من الآن يحيي الشعب الفلسطيني يوم النكبة متفائلاً لعله يصل إلى مبتغاه وهي أبسط الحقوق للحديث عن فعاليات يوم النكبة معنا في الستوديو السيد ناصر الشرائع المنصق الميداني للفعاليات وأيضاً عضو اللجنة الوطنية صباح الخير يأتيك العافية يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين في كل مكان نعم نبدأ بالتفاؤل نبدأ بالأمل والحديث عن 65 عاماً مروا على الشعب الفلسطيني لا نريد أن نتحدث عن الدمار وعن الحصار وعن أمور كثيرة ولكن بالأمل نبدأها يعني نبدأ بالأمل والتفاؤل دائماً أنا بأفكاري أتحدث العديد من الناس يتساءلون معقول أن نعود إلى ديارنا وممتلكاتنا فأنا أجيب بعبارة بسيطة عندك أمل بأنك رح ترجع لبيتك وأرضك إذا كان عندك أمل رح ترجع بس إذا أنت ما مفكر أنه ترجع لبيتك ما بيكون فيه أي أمل بالمستقبل أنك ترجع فالمهم بالموضوع الأمل والعمل على الفكرة لازم نعمل لتطبيق حق العودة لا ننتظر لحين الدول الأخرى تعمل من أجلنا لعادة اللاجئين إلى كراهم ومدنهم الأصلية نعم حدثنا عن الفعاليات من الألف إلى الياء وفي كل المناطق الفلسطينية جنوبا حتى الشمال نعم يعني حقيقة الفعاليات لهذا العام متميزة ودائما تحديث عن الأعوام الماضية التركيز في معظم الفعاليات لهذا العام على الجيل الثالث والرابع من أجيال النكبة أو من أجيال العودة التركيز على طلاب المدارس على طالبات المدارس ضحضا لعبارة الكبار يموتون والصغار ينسون نعمل بكافة الفعاليات بكافة البرامج بكافة المحافظات على تثقيف طلبتنا الجيل الثالث والرابع من أجيال العودة بحقوقهم وثوابتهم الوطنية حقهم بعودتهم إلى ديارهم كم جميل أن تسأل الطفل في الشارع من أين أنت يقولوا لك أنا أسكن في مخيم الجلزون أنا من بيت نبالة أنا أسكن في مخيم الأمعري أنا من مدينة اللد هذه هي الثقافة التي نعمل على ترسيخها في أذهان وعقول أجيالنا بكافة الفعاليات بخصوص الفعاليات يعني البرنامج أنه طويل البرنامج من 26 صفحة ولكن سأتحدث عن فعاليات اليوم وغدا تحديدا 14.5 و15.5 اليوم هناك العديد من الفعاليات العديد من الفعاليات في كافة المحافظات أهمها في محافظة رامالله في جامعة بيرزيت هناك يوم مفتوح بتنسيق مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت بتعليق البوسترات واليافطات وأعلام رايات العودة والأعلام الفلسطينية والتي تتحدث عن ذاكرة اللجوء فيلم تثقيفي فيلم وثائقي يوثق معاناة اللاجئين لعرضها لطلاب الجامعة حتى زيادة في معلوماتهم وحقوقهم الوطنية أيضا هناك فعالية في مدرسة الأزور فعالية لطالبات المدرسة عبارة عن مسرحية تحاكي النكبة تحاكي الأسرة تحاكي ضد الاستيطان والاحتلال وإلى آخره هناك أيضا العديد من الفعاليات في كافة المحافظات في سلفيت هناك فعاليات في محافظات طول كرم مسيرة المشاعل مسيرة المشاعل اليوم ستكون مساء في كافة مخيمات ومحافظات الوطن مسيرة مشاعل بخمسة وستين مشعل في مدينة رامالله في محافظة رامالله سيكون هناك أيضا مسيرة مشاعل بخمسة وستين مشعل بعدد سنين النكبة تجوب شوارع رامالله وتنتهي بميدان الشهيد ياسر عرفات حيث سيكون هناك فرقة فنية تهدف فرقة فنية تحاكي التراث الفلسطيني أغاني حق العودة تتكلم عن أغاني الثورة القديمة لفرقة الأمن الوطني ستكون على دوار الشهيد ياسر عرفات ميدان الشهيد ياسر عرفات بعد انتهاء المسيرة أيضا سيكون في مشاركة من الشرطة الفلسطينية مشاركة من إخوتنا في الأمن الوطني أيضا في هذا العام الأجهزة الأمنية العسكر الشرطة يساهمون أيضا بهذه الفعاليات عبارة عن محاضرات للشرطة لتثقيفهم بحقوقهم الوطنية وثوابتهم إلى جانب عملهم في الأمن وفي حفظ النظام أيضا ستكون في بيت لحم هناك مسيرة مشاعل في الخليل أيضا هذه الفعاليات في كافة المخيمات وكافة المحافظات غدا بـ 15.05 ستكون المهرجان المركزي ستكون التجمع أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات انطلاق المسيرة الحاشدة بمشاركة طلاب المدارس بمشاركة الوزارات والمؤسسات بمشاركة المؤسسات الخاصة يعني العديد من المؤسسات إخوتنا في شركة جوال في شركة الكهرباء في العديد من الشركات بدون ذكر الأسماء يتصلون يسألون بأي ساعة الانطلاق نحن سنشارك بكافة الموظفين بحملياف تترفض الاستيطان وتطالب بعودة اللاجئين إلى قراءهم في متابعة ممتازة لهذا الموضوع متابعة ممتازة متابعة للتحضيرات يعني يستفسرون عن أي ساعة بساعة المشاركة حتى يأتون بمجموعات سيكون الانطلاق من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات أبو عمار بمسيرة تتقدمها الفرق الكشفية والمميز للمسيرة هذا العام هذا المهرجان المركزي ستتقدم المسيرة المركزية فرقة الموسيقى العسكرية التابعة للأمن الوطني تليها الفرق الكشفية تليها أطفاء طلاب طالبات مدرسة يحملون 65 مفتاح عدد سنين النكبة المفتاح هو رمز العودة عند اللاجئ الفلسطيني أيضا سيكون العلم الفلسطيني العلم الفلسطيني الضخم ب35 متر حاضر في هذه المسيرة ستكون خارطة فلسطيني التاريخية وأركز على خارطة فلسطيني التاريخية التي رسمت بأذهان وعقول الناس بدم شهداء فلسطين أيضا سيكون حاضر فرق الكشفية من مفوضية الكشافة من مدارس التربية والتعليم مزارة التربية والتعليم هناك تعميم لكافة الفرق الكشفية للمشاركة طلاب المدارس أيضا من محافظة رامالله طب الانطلاق من ضريح الشهيد ياسر عرفات ومن ثم إلى أين؟ نعم الانطلاق من ضريح الشهيد ياسر عرفات شارع الإرسال إلى دوار المنارة ومن ثم إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات حيث الوصول تقريبا بحدود منتصف نهار فلسطين الساعة الثانية عشرة حيث تطلق صافرة الانضار في تمام الساعة الثانية عشرة لمدة خمسة وستين ثانية تطلق من مآذن المساجد تطلق من سيارات الإسعاف من سيارات الشرطة في كل المحافظات؟ في كل المحافظات وتحديدا وتركيز بمحافظة رامالله لأنه هذا كان تعميم من الأوقاف لإطلاقها بسماعات المساجد لتوقف الحركة لمدة خمسة وستين ثانية تعبيرا عن سنين النكبة وحدادا على ما جرى وما حصل للشعب الفلسطيني ونطالب الجميع بالتزام بالخمسة وستين ثانية صافرة الانضار في صافرة الحداد عفوا في حال إطلاقها تتوقف الحركة ومن ثم بعد انتهاء الصافرة تتابع المسيرة إلى دوار الميدان الشهيد ياسر عرفات حيث ستبدأ الفعالية المركزية بقليل جدا من الكلمات وفقرات فقرة لها علاقة بأسران البواسل خلف قطبان السجون الاحتلال فقرة لها علاقة بالقدس القدس الآن تعيش نكبة جديدة بتهجيرها وبتهويدها ومصادرة أراضيها وهدم منازلها يجب أن تكون حاضرة بفعالياتنا أيضا أيضا بفقرة لها علاقة بطلاب مدرسة بمسرحية هادفة عن موضوع التهجير والتشرد الذي حصل للشعب الفلسطيني أيضا ستكون فقرة فنية بأغاني تراثية هادفة تتحدث عن العودة وعن الأسرى طيب هذا بالنسبة للمهرجان المركزي هنا السؤال عن المخيمات والتنصيق معهم على سبيل المثال مخيم العين في نابلس مخيم بلاطة في الخليل الفوار العروب في بيت لحم عايدة في الرمالة الأمعري والكثير من المخيمات الموجودة في فلسطين حدث ولا حرج التنصيق مع المخيمات والحديث معهم في إقامة فعاليات داخل المخيمات صحيح أيضا هناك العديد من الفعاليات الفعاليات بدأت من يوم الأرض تلاتين تلات العديد من الفعاليات الترتيب والتنصيق يكون كالتالي في جميع المحافظات يوجد لجنة فرعية للجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة وإحياء ذكرى النكبة اللجنة الفرعية برئاسة محافظ المحافظة تضم المخيمات تضم المؤسسات تضم الشخصيات الاعتبارية هذه اللجنة تقوم بتحضير برنامج يشمل على كافة فعاليات المؤسسات الموجودة في المحافظة بالإضافة للمخيمات وإرسال هذا البرنامج للجنة للجنة الوطنية العليا في رمالله لتضمينه للبرنامج العام على سبيل المثال بالأمس كان هناك معرض في مخيم الأمعري معرض من ريحة البلاد والذي يقوم عليه المركز النسوي في مخيم الأمعري أيضا قبل أيام كانت فعالية في قرية ياسوف كانت فعالية على منطقة الينابيع تضامنا مع الأهالي المهددة أراضيهم بالمصادرة في منطقة الينابيع في ياسوف بالأسابيع الماضية كانت فعالية في بيت أنان يعني نستطيع أن نقول بأن الفعاليات مستمرة ولكن سؤال أخير وفي نسب دقيقة لديق الوقت الحديث هنا مع المشاهدين مع الفلسطينيين مع إخواننا أيضا العرب بشكل عام ومن هو موجود في الشتات الفلسطيني رسالة واضحة كونك منسق ميداني للفعاليات وعضو اللجنة الوطنية للمشاركة غدا في كل الفعاليات التي ستقام في الوطن العربي وفي فلسطين بعد خمسة وستين عاما من العناء يعني بعد خمسة وستين عاما من العناء أنا سريعا سأتحدث أيضا هناك فعاليات في لبنان أيضا المخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي الذكرى أيضا في بيروت غدا يوجد مهرجان مركزي أيضا في الداخل في العراق في سوريا في سوريا في الآردن نعم في الأردن وأتوجه بالتحية لإخوتنا في مخيمات سوريا في مخيم خان الشيح في مخيم اليورموك الذين يعيشون النكبة الرابعة في هذه الأيام أتوجه لهم أيضا بالتحية وهذا إحياء لذكرى النكبة أنا أعتبر ما يحصل لهم نكبة رابعة والفعاليات أيضا أتوجه للجميع نعم أيضا نعم نعم مستهدفين في معظم الأماكن ومعظم الدول أيضا بذكرى النكبة الخامسة والستون أتوجه بالجميع للمشاركة في الفعاليات أطفالا وشيوخا ونساء لإظهار المعاناة التي يتعرض لها اللاجئ الفلسطيني لكافة العالم أتمنى أن تكون قد وصلت الرسالة لكل المشاهدين الفلسطينيين وإخواننا العرب في الوطن العربي أشكرك كسيد ناصر شرائع المنصق الميداني للفعاليات وعضو اللجنة الوطنية شكرا جزيلا لك العفو أهلا الآن إلى فاصل بعد هذا الفاصل سنعود لنتابع برنامج الله يصبحكم بالخير وهناك الكثير من التقارير التي سنعرضها وجولة أيضا في الخليل مع رندخ دير بقويانه